طيب هنروح لخبر آخر غدا مصر تنظم البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية مصر هتستضيف البطولة الأفريقية التمنى للرماية للأطباق المروحية المفتوحة ولا تتلاب على ميادين نادي الصيد في الفترة من بكرة والحد 15 مايو اللي احنا فيها ده لوجو البطولة على فكرة البطولة دي من المتوقع مشاركة 250 رامي ورامية من 9 دول وهي مؤهلة لبطول الكأس العالم للرماية مصر نجحت في تنظيم السبع النسخ اللي فاتوا من البطولة دي وكمان لسه منظمين بطولتين عالم كان أخرهم من السنة اللي فاتت واللي أبهرت العالم كله وأشاد بيها جميع الرماية اللي شاركوا في البطولة زي ما قلت لحضراتكم وانا بتكلم الحمد لله عندنا بنية تحتية كاملة في كل الألعاب يعني انت لو فكرت تعمل ايه يعني لو عندك أي لعبة أولمبية بتفكر تعملها بطولة في مصر أكيد هتلاقي عندك الإمكانيات الإمكانيات الفنية الإمكانيات في الملاعب البنية التحتية يعني آه وكان يمكن آخر بطولة كانت في العاصمة الإدارية وخلينا أقول لكم أنه حتى بعد افتتاح القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية هتعمل طفرة كبيرة جدا حاجة مفتتحة لأحدث أحدث ما وصل إليه العلم في الملاعب في علم الملاعب وتصميم الملاعب هتلاقوا حاجة يعني هتبهر العالم يعني طيب ده ممكن إمتى لا خلاص قربنا جدا إن شاء الله وهيبقى الحقيقة حاجة تؤهننا لصدافة المزيد من البطولات العالمية اللي الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم مهمة جدا إن هم يجيجوا يشوفوا مصر وصلت فيه ترجمة نانسي قنقر